موسيقى السلام عليكم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من لقاء خاص أول صحيفة عربية تظهر في العالم على الإطلاق هي جريدة التنبيه التي أصدرها الجنرال بونابارت في مصر عام 1800 كما أن صحيفة الوقائع المصرية وهي ثاني صحيفة عربية من حيث القدم صدرت عام 1828 ظهرت على يد الوالي محمد علي الكبير أما ثالثة الصحف العربية وهي جريدة المبشر الجزائرية فقد أصدرها المستعمرون الفرنسيون في مدينة الجزائر عام 1847 بأمر من الملك لويس فليب ولكن سرعان ما أخذ العرب يخضون ميدان الصحافة بأنفسهم وقد طبعوها بطابعهم الخاص دون أن يقلدوا في ذلك الغربيين وقد فهم العرب الصحافة على أنها أداة جهاد ووسيلة حرب ونصال وسبيل للثورة فصرفت جهودها إلى إثارة النفوس وإيقاظ الهمم فأهملت الناحية الفنية من الصحافة كانت الصحافة العربية تحمل سيفا لا قلما وكانت في دور المجاهد لا في دور المنظم أو المصلح وقد حاربت الصحافة العربية الجهلة والفقرة والأمية ثم ناضلت لتحرير الأمة وكافحت لإصلاح اللغة وقد أدركتها الركاكة ثم حاربت الطغيان والعدوان والقطاعية والحاكمين الطغاء لكن ما أخبار الصحافة العربية اليوم؟ هذا ما نناقشه مع ضيفنا وكذلك محاور أخرى مع ضيفنا الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس الفدرالية الأفريقية ورئيس للصحافة وكذلك رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب مرحبا بك معنا أستاذ الصادق معلكم والسلام ورحمة الله واتحياتي لأستاذ المشاهدين أهلا بكم طبعا في ضوء هذه المقدمة التي بدأنا بها لا بد أن نسألكم من المواقع التي تشغلونها سواء في رئاسة الفدرالية الأفريقية للصحفيين أو في رئاستكم لاتحاد الصحفيين السودانيين حتى الآن وكذلك فيما يتعلق برئاستكم أو نيابة في رئاسة الاتحاد العربي للصحفيين مواقع الصحافة العربية اليوم؟ أولا لا يمكن أن تتحدث عن واقع الصحافة العربية دون أن تتحدث عن الواقع السياسي والاجتماعي العربي والصحافة العربية تكاد تكون الآن في وضع الراهن هي نعكاس لهذا الواقع برغم أن الصحافة العربية صحافة رائدة صحافة استطاعت خلال قرنين تغريبا أن تلعب أدوار مهمة جدا في التحرر الوطني في إشاعة التنوير في النهضة العربية عموما في الثورات العربية كلها التي حدثت في البالع عربية في مقاومة الاستعمار وفي الاتجاهات السياسية التي ظهرت سواء كانت في المشرق العربي أو في المغرب العربي وظلت الصحافة تلعب هذا الدور في التوعية في التثقيف في التنوير وأداء من أدوات الوعي السياسي المبكر في الوطن العربي لكن في الفترة ما بعد الاستعمار ونشوء النظام الرسمي العربي لأن النظام الرسمي العربي هو واحد من أهم أسباب تدين الصحافة العربية لأن النظام الرسمي العربي اتسم في فترة ما بعد الاستغلال اتسم بالطقيان بالديكتاتوريات بحمل الشعارات الكبيرة في حين أن الأنظمة كانت كلها أنظمة ديكتاتورية قمعية قهرية وحاولت أن تسخر الصحافة في مسيرة هذه الأنظمة أنظر إلى كل الذي حدث في الوطن العربي كل خارطة الوطن العربي عندما تضع هذه الخارطة وتنظر إلى تطورات الأوضاع في هذه البلدات وتطورات العملية الصحفية ونشأة الصحافة واستمرار الصحافة حتى اليوم تجد الصحافة واجهت واقعا صعبا جدا واجهت حملات كبيرة من القمع ومن العسف ومن محاولة التسخير للأنظمة لكن رغم ذلك هناك ومضات في تاريخ الصحافة العربية صمدت الصحافة العربية أصبحت جزء من المكون الثقافي والسياسي العربي وأنا أعتقد أن هذا التاريخ هو تاريخ مزغل طبعا مزغل بالجراحات مزغل بالخيبات مزغل بالمشكلات الكبيرة التي حدثت لكن هناك صحافة عربية هناك أقلام حرة واجهت كل هذا الواقع واجهت هذه التحديات حتى اليوم اليوم الواقع يشير إلى أن الصحافة بمعناها الشامل الصحافة المرئية المسموعة الصحافة المقرؤة أو الصحافة المفسوسة على الأنترنت كلها الآن صحافة لكن الصحافة الورقية بالتحديد صاحبة القطحة المعلة فيما قلنا أن الصحافة العربية بدأت تتراجع يعني الآن كبرى الصحفة العربية في المسألة الأهرام في مصر مثلا ليست كما كانت في السابق تراجعة الصحف إلى حد مخيف وأسباب طبعا معلومة لكن أيضا الأسباب السياسية واضحة في كل الوطن العربية واضحة تراجع عمام الإعلام الجديد تراجع واضح تناقص المبيعات ولكن حتى هذه أنا أعتقد أنها عارض هذا العارض سينتهي لأن هناك تجربة في الهند الهند بعد أن تراجعت الصحافة المقرؤة في السنوات الماضية قبل ثلاث سنوات بالتحديد بدأت الصحافة الورقية في الهند تشهد بعض الانتعاش عندما يقوى الاقتصاد عندما تقوى المجتمعات عندما تحل بعض المشكلات الاقتصادية وبعض المشكلات السياسية تنتعش الصحافة من جديد فالصحافة ما هو واجهة من تراجعات يمكن أن تعود إلى الدور الريادي للصحافة تعريفكم أو في توصيفكم أنتم رئيس للفدرالية الأفريقية للصحفيين وما زلتم كذلك رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين هل تمت ملامح فارقة أو خاصة بالصحافة الأفريقية وخاصة في هذه الدول ولسيما بعد ما حصل مؤخرا من ثورات وثورات مضادة طبعا الفضائين العربي والأفريقي متجاورين وكثير من البلدان العربية صاحبة التجربة في الصحافة مثل مصر مثل جزائر مثل المغرب تونس السودان هي بلدان أفريقية فلذلك لا يمكن أن تكون إلا جزء من أفريقية الفرق بين اتحاد الصحفيين العرباء أو الصحافة العربية فلنقل الصحافة بشكل عام قبل أن نتحدث عن نقابات ليس فرقا كبيرا نفس الأدوار التي لعبها الصحافة العربية لعبتها الصحافة الأفريقية لكن الصحافة الأفريقية في فترة ما بعد الاستعمار واجهت أيضا أنظمة ديكتاتورية في أفريقيا لكن اكتسبت الصحافة الأفريقية قدر كبير من الحرية انتزعت كثير من حرياتها الآن توجد صحافة حقيقية في جنوب أفريغيا في تنزانيا في كينيا في نيجيريا في كثير من بلدان غرب أفريغيا في أكثر البلدان التي كانت تسيطر عليها أنظمة عسكرية أو قهرية الآن تنتعش الصحافة في هذه البلدان وأصبحت مرجع في الحريات وأصبحت مرجع في ممارسة الدورة الحقيقة للصحافة تدبع الحقيقة أينما كانت تنشر وفق ما يريد المجتمع تخدم المجتمع هذه الخدمة الوطنية الكبيرة التي تقدم الصحافة الخدمة الاجتماعية تخدم التطور السياسي تطور السياسي الآن في أفريغيا والديمقراطيات الناشئة في أفريغيا الصحافة جزء من هذه الدمقراطية لأن في التعريفات الحديثة أن الصحافة هي أكسجينة الدمقراطية يعني لا يمكن أن تكون هناك دمقراطية دون صحافة حرة الآن في أفريغيا توجد صحافة حرة والصحافة الحرة في أفريغيا لماذا؟ لأن اتحادات ونقابات الصحفين في أفريغيا نقابات قوية نقابات مستقلة تماما محايدة لا تسمح للسلطة بالتدخل في شونية أبدا وهذا الاستغلالية للكيانات والمنظمات النقابية الصحفية الأفريقية أعطت ميزة إضافية للصحافة أن هناك أجهزة تدافع عن الصحفين تدافع عن حريات الصحافة وأجهزة قوية جدا في هذا الدفاع مناضلة بشكل واضح شرسة في الدفاع عن هذه الحريات فلذلك اتسمت الصحافة بهذه الروح الروح القوية الروح الناقدة يعني ذلك أنها أفضل حالا من الصحافة العربية؟ يعني أنا من تجربة لأنه اشتغلت في الجاربين لا تزال الصحافة العربية بحاجة صحافة العربية قوية صحافة عربية مسؤولة لكن بحاجة أن تتحرر من كل القيود الملقاة في معصميها وكذلك المسؤولية الكبيرة طبعا الوطن العربي مستهدف القوى الدولية القوى الأجنبية التي تحاول أن تدير الأوضاع في الوطن العربي من ضمن المستهدفاتها الصحافة لا تكون هناك صحافة لا تكون هناك حرية للتعبير لا تكون هناك حرية كبيرة تنعم بها هذه البلدان فلذلك هي تضيغ على الصحافة وتضيغ على الصحافة أحيانا بأدوات الأنظمة الموجودة هذه مشكلة فلذلك الصحافة في كثير من البلدان تعاني من هذه القيود القيود الملقاة لعاتق الصحافة إما قيود للإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات أو الجوانب التشريعية التي تتخذها السلطات لأن التشريعات الآن تحد من حرية الصحافة في الوطن العربي أو الفعل مباسر تجاه الصحفيين منها بالاعتقال أو الحبس أو هكذا لكن أنا في مقارنة بسيطة أستطيع أن أقول أننا نعيش في بيئة واحدة بيئة متشابهة وبيئتين متجاورتين لكن في ظني أن الانتعاش الذي تعيشه الصحافة الأفريقية وانتعاش كبير مثل ما يعيش الإعلام العربي الآن مرحلة ينشد فيها الجميع أن يتحرروا من كافة القيود وأن يرتادوا أفاق جديدة من الحرية الصحفية ماذا عن الفدرالية الأفريقية للصحفيين؟ متى نشأت؟ ما دواع التأسيس؟ ما هو واقعها الآن؟ ماذا تفعل؟ ما هي طموحاتها؟ أولا بعد أن انتظمت النقابات واتحادات الصحفيين في أفريقيا بعد أن انتظمت في الاتحاد الدولي للصحفيين فلذلك الاتحاد الدولي لديه منظمات إقليمية يعني أمريكا اللاتينية لديها اتحاد يجمع دول أفريقيا اللاتينية الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين اتحاد الفدرالية الأوروبية للصحفيين أيضا تضم كل النقابات والاتحادات الأوروبية الأعضاء في الاتحاد والصحفيين كذلك الأسي والباسيفي إفريقيا أنشأت هذه الفدرالية في مطلع الألفين وتعززت كان في السابق يوجد توجد اتحادات لكن اتحادات صغيرة اتحاد الصحفي شرق افريقيا اتحاد الصحفي جنوب افريقيا وهكذا التأمت في مطلع الفينات الاتحادات الصحفية الافريقية وكونت اتحاد صحافة او اتحاد الصحفيين لعموم افريقيا او ما يسمى الان بالفيدرالية الافريقية للصحفيين وهي جزء من الاتحاد الدولي للصحفيين وهذه المنظمة التي تضم البلدان الأفريقية كل اتحادات الصحفين في أفريقيا تعاقب عليها عدة رؤساء من ناجيريا من السليغال من الصومال ثم الآن السودان من الفترة من 2008 ظلت هذه الفدرالية منتظمة في شماعاتها منتظمة في قياداتها انتغلت القيادة من بلد إلى بلد حسب النظام المتبع وحسب الدستور المتبع فلذلك هي تضم الصحفين الفارغة يوجد أكثر من 50 ألف صحفي أفريقي في هذه المنظمة لديها مكتب إقليمي هذا المكتب في داكار في السليغال تنتخب لجنة تنفيذية هي دائما وهذه اللجنة هي التي تدير كافة الأعمال هذه الهدف الرئيسي للفدرالية الأفريقي للصحفين هي الدفاع عن حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين والتضامن مع الصحفيين والدفاع عن حقوق الصحفيين طبعا الواقع مزر للقاية الواقع أوضاع المؤسسات الصحفية في أفريقيا الأجور التي يحصل عليها الصحفيون الصحفيون في أفريقيا يتعرضون لأبشع نواع الانتهاكات لأن أفريقي هي أرض لنزاعات الصحفة الأفريقية تعيش في مناطق النزاعات سواء كان البلدان التي تشتعل فيها الحروب أو البلدان التي تشتعل فيها كثير من عصابات النهب أو عصابات الاتجار والبشر أو المناطق التي تحدث فيها اضطرابات بشكل دائم بعض البلدان الغنية المسلوبة الإرادة بعض البلدان الواقعة تحت الضغوط الدولية والعقوبات الدولية في ذلك الواقع الذي يعيشه الصحفيون الفارق واقع جد صعب في الفدرالي الأفريقية واحدة من واجباتها هي أن تحسن ظروف هذا الصحفي الأفريقي وأن تدنج الصحفي الأفريقي في منظومة العمل الصحفي العالمي والآن نحن أصبحنا الأكثر استفادة من كل برامج الدفاع عن الصحفيين الصحفيين الذين يعيشون في مناطق النزاعات التضامن العالمي مع الصحفي الأفريقية الآن تجاوز القارة الآن أصبح دولي الآن لدينا ممثلين بعدد كافي في اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي للصحفيين الرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين الدور السابع كامل إفريقيا وهو من المغرب يعني عربي إفريقي فكل هذه مكاسب كبيرة تحققت للصحفيين الفارغة الآن أصبحنا صوت عالي وصوت قوي موجود في أرويق تنظمات الدولية مثل الأمم والتحدة لدينا تعاون والتطابق في البرامج والأرامعة الاتحاد الأفريقي لدينا تعاون مع كافة المنظمات في العالم فكل مجال يتم فيه الحديث عن حرية الصحافة حرية التعبير الدفاع عن الصحفية تجدنا في مقدمة ما دعا علاقة هذه الفيدرالية بالأنظمة الحاكمة أو الحكومات الموجودة في تلك البلدان كيف تقيمها طبعا أنا ذكرت في حديثي أن في أفريقيا المنظمات الصحفية أكثر استغلالا وبعيدة عن السلطة من غيرها في بعض المناطق والمناطق الجغرافية في العالم فلذلك لا تجد في بلد من البلدان أن هناك علاقة عضوية قوية بين النظام الحاكم والصحف الصحفة ومستقلة بالكامل وأنا أعتقد أن هذه هي أفريقيا جديدة أفريقيا الآن نهضت من الركام الماضي أفريقيا الآن تخلصت من كل ما يجرها إلى الخلف يجرها إلى ذاك الماضي الكئيب أفريقيا الآن تعيش حالة من الحرية تعيش واقع سياسي جديد هذا الواقع تجسد في أن التعددية الفكرية التعددية السياسية الآن في أفريقيا متقدمة وناهضة ومتنامية فلذلك الصحافة هل هذا الكلام ينطبق على السودان أيضا؟ طبعا في السودان يعني السودان الآن يعيش ظروف مختلفة تم التضييق على الاتحاد العام للصحفين السوداني وهو المنظمة التي تمثل الاتحاد وتم حل الاتحاد بعد التغيير الذي حدث في السودان والاتحاد ظل مغيب لما يغارب الثلاث نوات حتى انتصرت له المحكمة القضاء السودان انتصر لأنه رفعنا قضية ضد الإجراءات التي حلت جمدت الاتحاد فلذلك الاتحاد الآن يعيش حالة ماسل الحالة الأفريقية بالكامل نحن الآن مستقلون تماما هذه السلطة لا تدعمنا ولا ندعم هذه السلطة نحن الآن جهاز مستقل فقط لدينا أهداف مهنية نسعى في تدريب الصحفين ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم ولدينا واجبنا الأساس في الدفاع عن الصحفين والدفاع عن حقوقهم فلذلك لا صلة لنا بالسلطة الآن ونسعى أن تكون كل المنظمات والاتحادات والأجهزة النقاذية هي مستغلة بالكامل بعيدة من التأثيرات السياسية ليست الحكومات فقط بل نحن ندعو إلى أن لا تبنى رأيا سياسيا يوالي جهة أو يناصر جهة نحن منظمات مهنية مستقلة ندافع عن المهنة ندافع عن أصحاب هذه المهنة نعم بودي أن نتحدث أكثر عن أوضاع في السودان وكذلك في باقي دول إفريقيا والنزاعات والحروب الداخلية عن السودان وأوضاعها السياسية والاقتصادية بعدما مرت به في السنوات الأخيرة أستاذ الصادق ولكن بعد فاصل قصير بحول الله للحديث بقية فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا ومرحبا بكم من جديد عزان المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ الصادق الرزيقي وهو رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين وكذلك نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب مرحبا بك معنا سيد صادق كنا قد تسألنا قبل الفاصل عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان كيف يمكن تقييمها في الآونة الأخيرة وهل السودان قادر بالفعل على الخروج من هذه الأزمات المتكررة؟ طبعا السودان بحكم التاريخ وطبيعة الشعب السوداني سيخرج من هذه الأزمات بلا شك وما من شعب في الدنيا واجه مصائر مختلفة سواء كانت تدخلات استعمارية مباشرة أو احتلالات يعني لن تموت جزوة المجتمعات والشعوب فلذلك الشعب السوداني مهما كانت الظروف سيئة ومهما توالت عليه المصائب يستطيع أن يخرج من هذه الأزمة لكن عندما نتحدث عن الأزمة الحالية أنه في 2019 في إبريل حدث تغيير للنظام الذي كان موجودا ثم جاء النظام جديد ورفعت شعارات كثيرة ولكن للأسفة السودان وقع في مؤامرات دولية كبيرة وصارت التدخلات الأجدبيه التي تتحكم في السودان أن هذه الثورة التي زعم أنها ضد النظام السابق لم تفعل شيئا سواء أنها فتحت الأبواب على مصرعيها للتدخل أيضا أصبحت الأحزاب اليسارية التي كانت بعيدة من السلطة وبعض الأحزاب التي أنشأتها المخابرات الأجنبية يعني الآن في أحزاب موجودة في الساحة السياسية تتحدث بصوت عالي جدا هي أحزاب مصنوعة من بعض السفارات من بعض أجستر المخابرات الخارجية هذه التوليفة الجديدة لا هم لها في السودان كل همها أن تجعل من السودان لقمة سائغة للقوة الدولية التي تتآمر وتريد أن تسيطر على مقدرات السودان السودان كان من أكبر البلدان الأفريقي قبل انفصال الجنوب ولازال أيضا من أكبر البلدان السودان يتمتع بموقع واصل ما بين شرق الغارة الأفريقية لأنه يقع في شرق أفريقيا وغرب الغارة وبين شمالها وجنوبها هو نقطة التواصل الرئيسية في أفريقيا التي تجمع كل أفريقيا باعتبار أنه كأنه في قلب الغارة الأفريقية فضلا عن أنه هو جسر التواصل العربي الأفريقي الاستقافة العربية والأفريقية هو شعب شعب مسلم في السودان السودان لديه ساحل طويل على البحر الأحمر لديه عدة أنهر في السودان كميات مهولة من المياه ومن المياه العجوفية أراضي زراعية قبل انفصال الجنوب كان لدي السودان 200 مليون فدان تصلح للزراعة الآن تناقصت قليلا ربع زهب لكن أكثر من 120 مليون فدان أو صالح للزراعة موجودة في السودان كل أنواع المعادن الثمينة سواء كان الذهب، الماس، الكوبالد، الحديد كل أنواع المعادن موجودة في السودان فضلا عن أن السودان الآن لديه موارد ضخمة في الزراعة لديه ثروة حيوانية تقدر ب134 مليون رأس من الإبل والضأن والأبقار كذلك القوة البشرية في السودان ليست سهلة أنواع المحاصيل التي تزرع في السودان يتميز بها السودان مثل الصمغ العربي لأن السودان أكبر منتج في العالم من الصمغ العربي السودان ينتج الحبوب الزيتي مثل السمسي مثل الفول السودان ينتج الزراعة، ينتج القمح يعني كافة المحاصيل الآن التي تشكل عصب اقتصاديات كثير من البلدان هي موجودة في السودان فالحرب على السودان الآن ليست مجرد تغيير سياسي حصل إنما مراد تغيير وجهة السودان سيطرة على مقدرات السودان سيطرة على ثروات السودان من الدول الغربية بالطبع يعني الآن الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، ونرويج وبعض الدول الإسكندنافية التي تسيطر على الأوضاع في السودان إسرائيل أيضا دخلت مؤخرا في السودان بإقامة علاقة الآن مع السلطة الحاكمة في السودان وكل هذه وفق مخططات استراتيجية موضوعة من فترة طويلة إما أن يسلبوا موارد السودان ويسيطروا عليها بأن يدين السودان سواء أي سلطة تأتي إلى السودان وهذه هم اللي يجب أن يريدون فرض حكومات تدبع لهم وأحزاب تدبع لهم إما أن فرضوا هذا الواقع واستمر هذا الواقع أو قسموا السودان إلى دولات صغيرة وهذه الدولات لا حول لها ولا قوة يستطيعون أن يأخذوا ويستأثروا بهذه الخيرات الكثيرة ويستأثروا بموقع السودان الاستراتيجية أنا عندما أتحدث عن مواقع السودان الاستراتيجية أتحدث عن أمن البحر الأحمر أتحدث عن أمن مصر لأنه مصر مرتبط بالسودان وارتباط كبير لأنه أمن مصر القوم مرتبط بالسودان لأنه مرتبط بمياه النيل يعني الذي يسيطر على السودان يستطيع أن يخنق مصر في أي وقت بقضية مياه النيل خاصة الآن يوجد سد النهضة الأسيوبي سد النهضة الأسيوبي يمكن أن يحرم مصر من موارد المياه ويمكن أن تتناقص حصة مصر إذا سيطرت قوة دولية على السودان وحاولت أن تضغط على مصر بموضوع مياه لأنه لا تستطيع أن تفعل ذلك فوجود هذا الساحل الكبير وجود هذه المساحة الكبيرة وهذه الخصائص الاستراتيجية التي نتحدث عنها والطوبغرافية الأراضي السوداني نفسها وصلاحيتها لكل أنواع العمل العسكري الاستراتيجي فهذا سيضع السودان دائما في واجهة المخاطر الذي يحدث الآن أن هناك تيارين في السودان تيار وطني يريد أن يحرر السودان من هذه الهيمنة الجديدة ومن هذه التدخلات الجديدة وهناك صراع سياسي عنيفة الآن في السودان وتوجد مجموعة من العملاء وهذه معروفة في بعض الدول العربية مجموعة من العملاء ومجموعة من المرتزغ السياسي الآن يتحالفون مع بعض الأطراف العسكرية في السودان حتى يظل السودان تحت النعال الأجنبية فهذا هو الصراع الآن يدور بين تيار وطني وتيار عميل من الخارج وهذا الصراع لن ينتهي قريبا التدخلات الدولية في السودان سواء كارثة الغربية أو التدخلات الإقليمية لأنه الآن توجد السعودي تدخل في شأن السوداني الإمارات تدخل في السودان وكلهم داعمون لهؤلاء العملاء في السودان ومصر التي ينبغي عليها أن تكون أكثر اقترابا من الملف السوداني يشهد الدور المصري أيضا تراجع في السودان لأن المصر الآن كأنها قائبة من كل الذي يجري في السودان غير واضحة فلذلك هذا الوضع سيؤثر في السودان خاصة أنه جوار السودان كله يشهد نزاعات السيوبيا لم تندمي الجراحة بعض من الصراع التي كان داير في السيوبيا وقعت اتفاق مؤخرا مع جفة التجري لكن السيوبيا تظل مرشحة للانفجار في أي لحظة جنوب السودان في مشاكل الآن بين المعارضة والسلطة ويدخل في صراعات مستمرة وصراعات تغذية القبائد تشهد الآن تعيش وضع أيضا صراعات عنيفة وتوجد حركات متمردة وتوجد محاولات متعثرة جدا للمصالحة الوضع في ليبيا طبعا معروف يعني ليبيا الآن لا تزال تعيش حالة الانقسام وليبيا كانت أكبر مخزن للسلاح في العالم من أيام القزافي السلاح الآن يتدفق من ليبيا إلى كل مكان فلدت ليبيا أيضا تمثل خطر عدم الاستغرار والسلام في ليبيا ومثل خطر على السودان في السودان وتوجد أفريغ الوسطة طبعا أفريغ الوسطة فيها صراع عنيفة وتوجد فيها تدخلات روسية شركة فاقنر الآن موجودة في روسيا صراع فرنسي روسي في المنطقة فلذلك جوار السودان كله مشتعل ونيران ملتهبة فالسودان واقع في هذه الدائرة اسمح لأستاذ صادق هناك قضية مهمة أعتقد تتعلق بطبيعة هذه الصراعات والنزاعات لا شك أن التدخل الخارجي والأطناع الخارجية سواء لأمريكا وروسيا وإسرائيل وفرنسا وإيران وغيرها كلها تتسبب أو تسببت في هذا الصراع والنزاع الحاصل في تلك الدول لكن هل ثمت أسباب ذاتية ومشكلات تتعلق بالديمقراطية تتعلق بحقوق الإنسان تتعلق بطبيعة الأنظمة السياسية وتشكيلتها بمعنى هذه الأسباب فقط هي أسباب خارجية أم أن هناك أسباب داخلية متعلقة أيضا بهذه البدارة؟ طبعا القضية المتعلقة بالديمقراطية حقوق الإنسان ليست قضية ليست قضية أساسية في فريغيا وهي ليست الزريعة التي يتم التدخل الخارجي بسببها الصراع حول أفريقيا هو صراع حول الموارد حول الثروات الأفريقية تغريبا الآن ما أهم الجهات الفاعلة والعناصر التي تحاول أن يكون لها نفوذ واسع وقوي في أفريقيا؟ طيب الإفريقيا كانت مستعمرة من الأوروبيين نعم وإفريقيا مقسمة كالأتي دول الأنجل فونة دول المستعمرات البريطانية معروفة المستعمرات الفرنسية معروفة وهناك مستعمرات برتقالية هناك مستعمرات بلجيكية هناك مستعمرات إيطالية إيطالية كانت موجودة في شرق إفريقيا في صومال جزء من جيبوتيج واثيوبيا واثيوبيا جزء من أريتريا أو أريتريا الحالية البرتغال كانت موجودة في موزنبير موجودة في شرق أفريقي طبعاً الجنوب الشرقي وأنجولا في جنوب الغربي وفي جزيرة صغيرة يسمى الرأس والجبل الأخضر بقية أفريقيا كلها مقسمة ما بين الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي كل النهضة الأوروبية التي تشاهدها الآن كل الثراء الأوروبي كل الحياة الرغدة في أوروبا هي من الموارد الأفريقية نهبوا ثروات أفريقية من الذهب من الماس من اليورينيوم من المعادن المختلفة من الأخشاب من بقية الثروات بل استعبدوا الإنسان الأفريقي ملايين الفارغة أخذوا كعبيد هم الذين أحدثوا النهضة وبنوا هذه البلدان خلال قرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والقرن الثامن عشر كذلك الولايات المتحدة الولايات المتحدة وحدها أخذت خمسين مليون أفريقي من غرب أفريقيا كلهم كانوا عبيد في الولايات المتحدة الأمريكية فالصراع القديم تجدد الآن الآن الصين دخلت أفريقيا من باب التجارة والاختصاد وسيطرت على الموارد ومشروعات البنى التحتية في أفريقيا مشروعات التعدين مثل المترول وغيره في أفريقيا ودخول الصين في أفريقيا جاء بسبب عجز البلدان الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة أو موقف البلدان الأفريقية من القوى الاستعمارية القديمة ففتحت المجال إلى الصين الصين عندما دخلت ثارت سائرة البلدان الغربية وبدأت تحاول الآن أن تخرج الصين خارج أفريقيا برغم أن الصين ليس لديها تاريخ استعماري ولا ثابق تواصل من هذا النوع مع أفريقيا فلذلك فتحت لها الأبواب في أفريقيا عندما شعرت البلدان أفريقيا أن الصين ستسيطر على كافة الموارد في أفريقيا كافة المعاملات في أفريقيا كافة المشروعات الكبرى بدأت تعود من جديد فنشأ الصراع الصيني أمريكي والصيني أوروبي في أفريقيا وفي العشر سنوات الماضية بدأت روسيا تدخل في أفريقيا وروسيا عندما بدأت تدخل في أفريقيا بدأت تبحث عن مواطئ قدم ليس الحديث القديم أن روسيا تبحث عن المياه الدافئة بل روسيا الآن في العمق الأفريقي يعني روسيا دخلت من غير العلاقات الرسمية للدول عبر السفارات وعبر التعاملات الحكومية دخلت عبر شركة فاغنر الروسية ودخلوا كمرتزغة دخلوا في ليبيا طبعا معروف كانوا مساندين للجنرال حفتر في ليبيا وقاتلوا في ليبيا وفشلوا في أن يثبتوا أو يتقدموا خطوات إلى الأمام في احتلال العاصمة طرابلس مع حفتر وتراجع هذا الدور لكن في أفريقيا الوسطى واحدة من أغنى البلدان في أفريقيا أفريقيا الوسطى هي في وسط أفريقيا دولة مغلغة في وسط أفريقيا لديها أكبر احتياطي من اليورانيا ولديها أكبر احتياطي من مواد مثل التيتينيوم والبلاتيوم ومعادن أخرى إضافة للزهب والماس يعني هي من أغنى البلدان والغريب أن فرنسا عندما أعطت أفريقيا الوسطى استغلالها نصت في الاستغلال أن أي موارد في باطن الأرض لا يحق لأفريقيا الوسطى كدولة حديثة وهي صاحبة الحق أن تستسمر في هذه الموارد إلا أن تأذن فرنسا بذلك يعني الاستعمار بعدها نخرج ووضع يديو في الثروات في باطن الأرض الآن يدور صراع عنيف بين فرنسا وروسيا حول هذه البلد الروسيا لأن الرئيس دوادورا الموجود في أفريقيا الوسطى الآن في يده السلطة هو خريج إحدى الجامعات الروسية فلذلك الروس أتوا ليحموا هذا الرئيس عبر الشركات ويوجد قوات روسية ولكن ليس مجاناً لطبيعة الحال طبعاً والآن سيطروا على كل مناجم الماس الزهب اليوريني ومغيره ولذلك من الصعب جداً لفرنسا الآن أن تواجه الوجود الروسي بهذه الكسافة فلذلك فرنسا هي التي تصنع الحرب التي تدور في أفريقيا الوسطى دائماً توجد حروب في أفريقيا الوسطى بين بعض الفصائل في الشمال وبعض الفصائل في الجنوب وبين بعض الفصائل الموجودة في الشمال أغلبها فصائل من خلفيات مسلمة وقبائل متداخلة مع السودان ومع أشاد هذه المجموعات تقود الصراع في أفريقيا الوسطى فرنسا فقدت مالي واحدة من أغنى البلدانة في غرب أفريقيا وفيها أيضاً ثروات كبيرة من المعادل من الذهاب ومن اليورينيوم أيضاً وفقدت الآن مؤخراً بوركينفاسو أيضاً من المستعمرات الفرنسية السابقة وطردت من مالي الآن تطرد من بوركينفاسو من الذي يحل مكانها إذا تردت؟ طبعاً الاتهام دائماً للروس لكن أنا أقول أن هناك قوة صاعدة في أفريقيا الشباب الأفريقي الآن والقادة الجدد في أفريقيا خاصة القادة الجدد في أعمار ما دون الأربعين والخمسين أغلب هؤلاء الشباب في أفريقيا سواء كانوا عسكريين أو سياسيين أو تنظيمات شعبية لديهم موقف واضح وموقف فاعل ومتفاعل أيضاً من العراب الأكبر طبعاً من فرنسا وكلما الآن يرفضون الماضي الاستعمار الفرنسي ويتهمون فرنسا أنها هي التي دمرت هذه البلدان ونهبت خيرات هذه البلدان ولكن الحل ليس أن يأتي مستعمر آخر أو محتل آخر كما هو في الحالة الروسية الآن اسمح لي فقط نتوقف هنا ونستكمل بعد الفاصل بالسؤال عن كيفية الخروج من هذا الاستعمار الذي ما زال مستمراً في الحقيقة ولا سيما أن هناك أمثلة كثيرة في التاريخ الحديث لبلدان كانت محتلة وطردت الاحتلال آخرها أفغانستان على سبيل المثال وهي لست بغنى أفريقيا من ناحية الموارد فاصل إذن ونواصل بحول الله تعالى حياكم الله عزيزان المشاهدين وحيا الله ضيفنا الكريم السيد صادق الرزيقي رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين معنا في هذا اللقاء الخاص مرحبا بك معنا السلام عليكم أستاذ الكريم وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند السؤال المهم ماذا أو كيف يمكن لهذه البلدان أن تستقل استقلالاً حقيقياً أن تكون مواردها ملكاً لها أن تحكم كيفما تشاء أن تكون فيها حالة ديمقراطية أن تتخلص من أعباء المستعمر الذي ما زال حتى الآن يعني يتحكم في مصائر تلك الشعوب وفي مصائر تلك البلدان هل من أمل إلى ذلك؟ طبعاً يوجد أمل والآن الواقع في فريقيا يشير إلى ذلك وأنا أتحدث عن الأجيال الصاعدة هي الأجيال التي سئمت الوصاية الغربية خاصة الفرنسية في المستعمرات الفرنسية وأن فرنسا خلفت وراءها ربائب من الحكومات التي جاءت ما بعد الاستغلال وفرنسا كانت متغلقلة في هذه المجتمعات كل النخبة السياسية كل العسكريين طبعاً العسكريين أغلب التدريب للضباط يتم في المعاهد العسكرية الفرنسية الجيوش الفرنسية لديها قواعد موجودة فرنسا الآن لديها أكثر من قاعدة في تشاد ولديها قواعد في النيجار وكانت في مالي وكانت في بوركينة وفي كينيا وفي ساحل العاج وعدد من البلدان كذلك بريطانيا كانت لديها نفس الموجود فلذلك النخبة السياسية والعسكرية التي كانت تتحكم في مصار هذه الشعوب هي النخبة التي كشفت التعاون مع المستعمرين وكشف الفساد الهائل يعني هذه الأفريقية دمرت بالفساد يعني البلدان الأفريقية الغنية التي لا تزال ترزح تحت خط الفغ ولا تزال مواردة من هو كلها بفعل الفساد والفساد هو فساد منظم بين النخبة السياسية الأوروبية الحكومات الأوروبية وبين الحكومات الأفريقية يعني كثير من السروات نهبة بهذا فرنسا لا تزال متحكمة في تدفغات النفط من البلدان المنتجة للنفط سواء كان في القابون سواء كان في تشات سواء كان في نيجر في كل مكان توجد في فرنسا كل هذه الأموال تساب إلى فرنسا الأسوأ من ذلك أن فرنسا ما قبل الاستعمار أنشأت ما يسمى بالفرنك الأفريقي هذه الدول ليست لديها عملات وطنية يتعاملوا بعملة واحدة أنشأت فرنسا بنك مركزي واحد لكل مستعماراتها الأفريقية ويعتمدت عملة واحدة تتحكم في هذه البلدان احتياطيات هذه البلدان ودايع وعيدات هذه البلدان تنزل في البنك المركزي الفرنسي أولا يعني كل ما يتعلق بالعملات النقدية وبالكتلة النقدية كامل تتحكم في فرنسا فذلك وجود النخبة السياسية والنخبة العسكرية كل الأجهزة العسكرية كل الأجهزة الأمنية كانت تحت الوصاية الفرنسية الأجيال الصاعدة الآن هي أجيال تحررت من هذا الإرسل الاستعماري وتريد أن تفتح أفقا جديدا وتريد أن تنشئ واغع جديد هذا الواقع الآن يمضي وأنا أقول أن الشمس فرنسا غربت في أفريقيا فرنسا الآن بعد الذي واجهته في أفريقيا الوسطى وفي مالي وفي بوركينة وفي غينيا وربما قريبا في بعض البلدان أخرى ستشهد تشاد والنيجر لأن تشاد خرجت فيها قبل أشهر أكبر تظاهر في تاريخ شاد ضد النفوذ الفرنسي وتم اعتقال عدد كبير من الناشطين والسياسيين الشباب في شاد بأوامر فرنسية لأنهم وقفوا ضد فرنسا والأول مرة يتم الهتاف ضد فرنسا في داخل واحدة من مستعمراته النيجر أيضا تواجه نفسها النيجر أكثر بلد نهبت منه فرنسا اليورينيوم ويقال أن الغنبلة الزرية الفرنسية عندما فجرت لأول مرة والمفاعل الفرنسية التي تشتغل حتى في الأغراض السلمية حتى في إنتاج الكهرباء كلها من اليورينيوم الفنيجر فلذلك هذه البلدان ستركوا الفرنسا والزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي بعد خلال يوم أو يومين إلى الولايات المتحدة هو الغرض منها أن البلدان الغربية خاصة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يريدون إنغاز ما يمكن إنغازه من نفوزهم في أفريقيا لأنه إذا سقطت فرنسا في أفريقيا ستتلوها بلدان أخرى وبلدان من مستعمرات لبلدان أخرى وسيقل النفوز والتأثير الأوروبي والغربي على أفريقيا وستسهب هذه الثروات وهذه الخيرات في شراكات جديدة مع روسيا مع الصين مع الهند مع مجموعة البريكس فهذا هو ما تخشاه الولايات المتحدة وحلفاء الأوروبيين زيارة ماكرون للولايات المتحدة الغرض منها وضع استراتيجية جديدة وفي الغالب ستخلي فرنسا بعض المواقع للولايات المتحدة حتى تستطيع الولايات المتحدة بنفوز السياسي وقدرات العسكرية كيف يمكن أن تفهم جميع الأطراف المتدخلة والمتوغلة في أفريقيا بأن أفريقيا أصبحت شيئا آخر بأن الأفارقة لن يسمح لهم بمزيد من الاستعمار ومزيد من نهب هذه الموارد الكبيرة وفي نفس الوقت هناك إهمال حقيقي وحالة إفساد حقيقية للبنية التحتية هناك نهب ولا يجعل تلك البلدات تسفيد بأي شكل من الأشكال لا يوجد أي بناء حقيقي لتلك الدول هل وصلت الرسالة أم أن الفرنسيين سيخرجوا بعد وقت ما وسيأتي آخرون ربما يكونون أسوأ طبعا الرسالة التي وصلتها رسالة قوية بمكان لأن الذي حدث هو زلزال هائل في أفريقيا وخاصة لنفوذها الفرنسي يعني الآن فرنسا كلها لم تستوعب ولم تفق من الصدمة الكبيرة وهذا ستشهد أفريقيا كل أفريقيا هذه الأمور يعني الذي حدث بعد المذابح التي حدثت في رواندا مثلا في 1994 رواندا كانت مستعمرة بلجيكية ثم فرنسية اللغة الرسمية كانت اللغة الفرنسية عندما تورطت فرنسا في المذابح التي قتل فيها مليون شخص في رواندا الحرب الأهلية التي دارت في رواندا الروانديون عندما استعادوا بلدهم وطردوا الفرنسيين في أقل من شهر غيروا اللغة اللغة التي يتحدث بها المجتمع من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية وأصبحت اللغة الفرنسية ليست لغة الدولة وكانت أكبر هزيمة ثقافية لفرنسا التي حاولت أن تصوق مجتمع كامل وفغ صغافتها الفرنسية لفترة استعمارية طويلة امتدت لأكثر من سبعين سنة بين يوم وليلة عاد المجتمع إلى لغة أخرى وإلى توجهات أخرى الآن فرنسا تبزل كل ما في وزعها حتى تتصالح فقط مع رواندا كثير من البلدان الأفريغية الآن الآن تطالب فرنسا بأن تعوضها عن الفترات الاستعمارية وعبر عن هذا في مالي والآن في أفريغيا الوسطى والآن في مالي وحتى الآن الحركة السياسية في جزائر أو في بعض البلدان العربية في شمال أفريغيا كلها تطالب بذلك فأنا أقول أن الاتجاه الجديد في أفريغيا أفريغيا الآن تبدو أكثر توحدة الاتحاد الأفريغي برغم أنه لدينا نحن حساسية مع المنظمات الرسمية لكن كمنظمة أفريغية بدأت كانت كل قرارات الاتحاد الأفريغي يعني يتم فيها تنسيق مع الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي داعم للاتحاد الأفريقي ممول برامج الاتحاد الأفريقي الآن الاتحاد الأفريقي بدأ يتحرر شيئا فشيئا بدأت الإرادة الأفريغية تقوى إذا قويت الإرادة الأفريغية وانتبه الأفارغ أن مواردهم يجب أن يستثمروها هم بأنفسهم وأن عائدات وخيرات هذه الثروات الأفريغية يجب أن تعود للأفارغ حتى تستطيع أفريغيا أن تنهض أفريغيا الآن هي في زيل الدول المتخلفة في زيل دول العالم التالي تريد أن تنهض تريد أن تتحرر الشعوب الآن تواقع إلى التنمية تواقع إلى التعليم الجيد إلى الرفاهية إلى غير ذلك فهذه البلدان لن تفرط في هذا المخرج الذي وجدت ونعتقد أن هذا التأثير الغربي مع التطورات الجارية في العالم خاصة بعض الحرب الروسية الأوكرانية سيتشكل واقع دولي جديد إذا شكل واقع دولي جديد نهاية وحادية القط في العالم وأصبحت هناك أقطاب متعددة أو ثنائية أفريغيا تستطيع في ظل هذا الواقع الدولي جديد ترجع كافة البلدان أن تواجه كافة سيكون لديها حلفاء دوليون تستطيع أن تستثمر مواردة بشكل جيد هناك دائما أطراف جديدة تحاول أن تدخل إلى أفريقيا شهدنا الجهود التركية على سبيل المثال فيها في هذا الإطار بينما هناك دول أخرى مثل الكيان الصهيوني يدخل بطريقة أو بأخرى إلى أفريقيا ويحاول أن يعبث في أمنها ويستفيد من خيراتها هناك أيضا إيران تدخل المقصد من السؤال هل هذه الأطراف الجديدة طبعا هناك استعمار قديم يعني معروف الفرنسيون وتفضلت بالحديث عن ما حصل معهم حتى الآن وما يمكن أن يحصل مستقبلا وهناك بعض الأطراف التي ما تزال موجودة لكن ماذا عن هذه الأطراف الجديدة أو الدخلاء الجدد بين قوسينا الذين يحاولون أن يرسخوا أقدامهم في تلك المناطق طيب بالنسبة للأطراف الجديدة عندنا عدة أطراف في أطراف قريبة يعني من العالم الإسلامي مثل إيران مثل تركيا وتوجد أيضا إسرائيل هي موجودة في قلب الوطن العربي دور إسرائيل ضعيفة في أفريقيا يعني وجود الإسرائيلي سياسي استخباري لكن معروف أن إسرائيل لا تقدم دعومات وليس لديها استثمارات كبيرة في أفريقيا ولا تستطيع أن تتعامل مع الشعوب الأفريقية لأنه 60% من هذه الشعوب شعوب مسلمة في أفريقيا سواء كان في جونوبا أو شمالا أو شرقا أو قربا بالإضافة أن اليهود معروفين بالتقطير وبعدم بسط الكفل للاستثمار فلذلك استثمارات الإسرائيلية ضعيفة جدا إلا في مجالات محددة لكن إسرائيل وجود نفوذ سياسي واستخباري وتعاوم مع بعض الأنظمة والأنظمة التي تتعامل مع إسرائيل كلها أنظمة في طريقة إلى الزوال في السابق طبعا أنا ذكرت في بداية الحديث أن الصين هي أكبر شريك اقتصادي أفريقي موجود والصين عقدت الآن أكثر من أربعة أو خمس قمم اقتصادية صينية أفريقية لكل الرؤساء والصين في تاريخها ما استخدمت حق البيوت في مجلس أمي لها مرات قليلة جدا وهذه المرات قليلة كانت لصالح بلدان أفريقية مثل موزنبيق أو زنبابي أو زنبابي بالتحديد أو غيرها بالنسبة لتركيا تركيا الآن هي أكثر البلدان التي لديها تواصل في أفريقية الشركات التركية الآن موجودة في كل أفريقية العلاقة السياسية الدبلوماسية بين تركيا والبيدان أفريقية تجاوزت كم أربعين بلد في أفريقية وربما تزيد الخطوط التركية طبعا هذه ملمح سياسي قبل أن يكون ملمح اقتصادي لا شك الخطوط التركية الآن تسهب إلى 43 مطار في الغارة الأفريقية تكاد تنافس أي ناقل جوي أفريقي مثلا خطوط الأسيوبية مثلا يعني الآن الخطوط التركية تسهب إلى المطارات الأفريقية أكثر من أي خطوط طيران آخر في أفريقية هذه كلها أعطت تركيا ميزات أي التعاون أو منظمات التعاون التركية مثل تيكا أو غيرها الآن أنشأت منشآت كثيرة جدا في أفريقية مراكز صحية وتعليمية ومنظمات دعمت كثير من المنظمات مشاريع مياه مشاريع طاقة شمسية محاولة تنمية المجتمعات الريفية في أفريقية تتعاون مع كثير من المنظمات بالإضافة إلى مناطق المسلمين المساجد والمراكز الإسلامية الضخمة هذا وجود مؤثر وكبير ومرحب به الآن في أفريقية لأنه أما إيران لديها وجود من 79 منذ نهاية عهد الشاه والثورة الإيرانية وهذا النفوذ لم يوجه في الوجهة الاقتصادية يعني إيران كان يمكن أن تستصمر في الاقتصاد لكن إيران ركزت النفوذ على الجوانب الثقافية والدينية وإن شاء الحوزات العلمية ومحاولة إدخال كثير من المسلمين الفارغة في المسهب الشيعي فلذلك انتشر المسهب الشيعي في بعض بلدان شرق أفريقية ثم في غرب أفريقية الآن في نيجيريا واحدة حسب الإحصارات الموجودة الرسمية أن يوجد خمسة مليون نيجيري مسلم أصبحوا شيعة وقريبين من ذلك فإيران اهتمت بالقضايا المسهبية والقضايا التي لها علاقة بالجوانب الثقافية والدينية ولم تركز علىها فلذلك لا يمكن أن تعد إيران الآن شريكة اقتصادية في أفريقية لديها نشاط لديها وجود لكن في الجانب الديني والثقافي ولم يتطور إلى الجانب الاقتصادي وهذه عقبة إذا يريد أن تدخل أفريقيا فيجب أن تدخل أفريقيا عن طريق الاقتصاد والتعاون والشراكات المسمرة ذات الفائدة المشتركة للأطراف المختلفة أشكرك جزيلاً السيد صادق الرزيقي رئيس الفدرالية الإفريقية للصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين السدنيين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب شكراً جزيلاً لك شكراً لكم عزان المشاهدين على حسن المتابعة في هذه الحلقة وتذكروا دائماً إن ينصركم الله فلغالب لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا